أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان مازلنا في الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح على الأرض أقصد قبل قيامة يسوع طبعا ظهر للتلاميذ أربعين يوم أراهم نفسه ببرهين حية مبارح كان الجمعة العظيمة أو الجمعة الحزينة وحكينا بالتفاصيل شو صار في هذا اليوم الطويل من كل أحداث الآلام وصلب يسوع المسيح واليوم رح نكمل بس اليوم يعني فيه سؤال دايما بيتبادر في أذهان المشاهدين هل فعلا حقا مات يسوع المسيح على الصليب خليني قبل الشرح بحب أقرأ من كلمة الله وكلمة الله بتعطينا هيك يعني مرجعية والخلفية للحدث نفسه والشهاد الحية لموت يسوع المسيح رح أقرأ من إنجيل يحنى إصحاح 19 من آية 28 بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان وكان إناء موضوعا مملوا خلا فملأوا اسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بلاطوس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا فأتى العسكر وكسروا صاقي الأول والآخر المصلوب معه وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا صاقيه لأنهم رأوه قد مات لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عايا شهده وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمن أنتم لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطوس أن يأخذ جسد يسوع فأذن بيلاطوس فجاء وأخذ جسد يسوع وجاء أيضا نيقديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو مئة من فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا في هذا الوقت أحبائي السؤال هل مات يسوع حقا شوف يعني كتير يعني تخيل معي أنه اليوم شخصية مثلا مثل أنور السادات اغتلوا في مصر وتخيل معي بعد مئة سنة أو مئتين سنة بتيجي مجموعة بتقول أنه لا أنور السادات ما متش هذا كان اتهيأ لهم اتهيأ لكل الناس شو بكون شعور المصريين اللي كانوا حاضرين والناس اللي عم تتفرج على التلفزيون كان طبعا لايف في العالم وشو إحساس الناس يعني اللي عاشت فمن تصدق تصدق شهود العيان أم تصدق شخص بيجيك بعد فترة بيقول أنه المسيح لم يمت فعلا على أي حال طبعا هذه النظرية فاشلة ساقطة لأنه أي شخص عقلاني أي شخص منطقي بمر في أحداث الصلب لابد أنه يدرك ويتأكد أنه هذا الموضوع حقيقة وأنه فعلا يسوع المسيح مات يسوع المسيح مات طبعا هذا شيء مش جديد أنه نبوات العهد القديم تنبأت عن موت المسيح بالتفصيل فمثلا داود النبي بيتنبأ عن أحداث الصلب قبل ألف سنة من صلب المسيح ألف سنة يعني أنت متخايل معي ألف سنة بيتكلم عن أحداث صلب المسيح وأنا بدعوك أنك تقرأ مزمور 22 لكن في إشعياء 53 النبي يتنبأ عن موت المسيح قبل 700 سنة فإذا كان متعارف كان مفهوم بالنسبة لمجيء المسيح الذي سيقدم نفسه فدية أضحية أو يقدم نفسه كفارة موت بديلي عن الجنس البشري نبوات عديدة نبوات كثيرة في الكتاب المقدس اللي بتتكلم بتأخذنا في رحلة الصليب سواء رموز سواء نبوات سواء حقائق اللي عم نكتشفها ثم منيجي ليحنى المعمدان يقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وبالواقع أن تجسد يسوع المسيح هو مش شيء جميل يعني بيتجسد الله بيتخذ جسد في ملء الزمان كل غرض تجسد المسيح عشان يموت على الصليب ويقدم فداء للجنس البشري المسيح طبعا ولاحظ فيه نقطة كتير كتير مهمة عاوزك تلاحظها معي إنه لما شهود العيان بيتكلموا ولما البشائر والأناجيل بتتكلم ولما الرسائل اللي بتتكلم ولما الآباء في الكنيسة الأولى بيتكلموا وبيتكلموا عن الحدث لاحظ كتير كتير مهم دايما بركزوا على موت وقيامة يسوع المسيح فمثلا بتشوف هذا في رسائل يحنى بتشوفه في رسائل بطرس وبتشوفه هذا بإسهاب برسائل بولوس الرسول وبتشوفه بالرسالة إلى العبرانيين إذا كتبها الرسول بولوس على أي حال في كل هذه الرسائل التركيز كله على الموت يعني الصلب والموت والقيامة مش عم بيفتخروا في معجزات المسيح مع أنه صنع معجزات لم يفعلها أحد كما قال يسوع ولا بركزه حتى على حياة المسيح الأخلاقية مع أنه المسيح معجزة شخصية مثل لكل البشرية ما فيش أصلا شخص يعني كل الأنبياء أخطأوا ما عدا يسوع المسيح الكامل الطاهر بلا خطيئة ومع كل هذا تعليم المسيح التي تفوقت على كل التعليم حياة المسيح التي تفوقت على كل حياة البشر معجزات المسيح التي تفوقت على كل معجزات البشر ومع كل هذا رسالة الإنجيل وتركيز الرسائل ليس على كم من المعجزات صنعها يسوع لأنه معروف حيث وجد المسيح وجدت المعجزة ولا بركز على تعليم المسيح ولا حتى أخلاقيات المسيح مع أن المسيح المثل الأعلى بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء شهادة العلماء الفلاسفة والعلماء منهم الملحدون ممكن يشكوا بوجود الله لكن عندما تصل إلى هوية وإلى شخصية يسوع المسيح فعلا كما قال الكتاب المقدس يدعى اسمه عجيبا عجيب في كل شيء عجيب في اسمه عجيب في حياته عجيب في عمله عجيب في طبيعته عجيب في كل شيء ومع كل هذا كل تركيز الكتاب المقدس على موت وقيامة يسوع المسيح هل حقا مات المسيح؟ لما بتشوف حلقة مبارح أنا عاوز أسألك يعني ألا توافق أنه المسيح مات؟ تصور من يوم الخميس مساء بعزبه فيه وبيضربه فيه وبيلكمه فيه وبعدين يعني بيتهزأ بيتجرح بدون نوم تعب ثم يذهب إلى بلاطس بحط طبعا بحطه عليه إكليل شوك شوك طبعا اللي بيغرز فيه في الرأس في الجبين وبعدين الجلد الروماني اللي ممكن الشخص يموت وبعدين المشي وهو حامل الصليب وبعدين يصمر تصمر يداه ورجلاه وفي النهاية حربة تطعن جنبه وتقول إنه ما مات هو كل البشرية هو اليهود أغبياء اللي كانوا عند الصليب ولسيما الكهنة والمسؤولين وهال بلاطس وقائد المئة والجنود أغبياء اللي اتعاملوا مع آلاف اللي ماتوا في نفس المكان عند مكان يسمى جلجثة أو جلجثة على قارعة طريق يعني مفترق اللي بيمر فيه كل الناس وكل هذه الأمور إن شهدت أحبائي بتشهد إنه يسوع المسيح مات خلينا أقرأ نبوة إشعياء إصحاح 53 وشوف معي شو النبي إشعياء بيتنبأ يقول إشعياء من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع أي على يسوع بيتكلم في المفرد وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تصاق إلى الذبح وكنعجة صامطة أمام جازها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه درب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته يعني بيتكلم عن اللصين اللي كانوا يعني مات مع اللصين اللي كانوا على الصليب والقبر قبر الغني اللي هو قبر يوسف الرامي اللي قرأنا عنه فاتخيل أنه كل هذه النبوات عم بتتم بحذافيرها فمكتوب جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البارء بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين أحبائي هذه نبوة سبعمائة سنة قبل الميلاد فخلينا نرجع للأحداث يسوع المسيح سمر على الصليب وبعدين كان دخول السبت العظيم وبهاي الفترة بين العشقين بيدبحوا خروف الفصح والمفروض أنه كل عائلة تكون مع بعض وبيسترجعوا قصة الخروج يعني تكون في ولد بيسأل الأب ليه إحنا بناكل الخروف وليه إحنا منعيد الفصح وبيمر في كل أحداث خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية ولكن كل هذا يرمز كما قال الرسول بولوس المسيح فصحنا فإذن المسيح مات على الصليب وأنا عاوز أأكد شيء مهم جدا في أحداث الصلب اللي فعلا كلها بتأكد على موت يسوع المسيح يعني أول شيء حدثت ظلمة كثيفة غطت وش الأرض وبتشوف هذا حتى في المؤرخ السامر الثالس بيتكلم عن هذه الظلمة واقتبس ثالس من مؤرخين آخرين بيتحدث عن الحدث في يوم موت يسوع المسيح بالضبط اللي هو في هذا التاريخ شيء تاني حدثت زلزلة عظيمة في زلزلة يعني كانت عامة اللي حدثت في موت يسوع المسيح وفي زلزلة تانية حدثت يمكن تكون خاصة عند القبر حتى يفتح القبر وأن المريمات ممكن يدخلوا إلى القبر الفارغ ويشوفوا أن المسيح لم طبعا موجود حي أنه يعني مثل ما قال من الملاك لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام فحدثت ظلمة كثيفة حدثت زلزلة عظيمة وتفتحت القبور وشيء مهم جدا وخلي بالك أنه اللي كتبوا البشائر والرسائل يعني مش من فترة مثل مرطس مش من فترة طويل كتير وبولوس لما بيتكلم عن شهود القيامة في كورنتس الأولى إصحاح خمسطعش وبيتكلم عن شهود شهود كثيرين ما زالوا على قيد الحياة في أيامه فيعني لو في أي دليل أنه بعكس هذا الشيء كانوا ممكن يجيب الجث أنتوا جماعة اختلقتوا القصة ولكن على أي حال في شيء مهم بالنسبة لليهود حجاب الهيكل وهذا أحباء حجاب سميك جدا يعني يحتاج إلى 300 رجل يرفعوا هذا الحجاب يعني الواحد عشان يمزق ورقة بده قوة فكم بالحري يعني سميك حجاب سميك جدا انشط من فوق إلى أسفل وبعدين يعني ما حد اعترض على هذا الأمر ما حد اعترض يقول لا لا أنت اللي بتدعو فيه كلام مش صحيح فإذا قصة معروفة للجميع هذه الأحداث يعني كانت مرافقة ومصاحبة لموت يسوع المسيح لكن أهم حدث في موت المسيح لاحظ أنه لم يمت قبل دقيقة ولم يمت بعد دقيقة موت المسيح يعني هو الغرض الرئيسي مثل ما ذكرت للتجسد أساس رسالة الإنجيل موت وقيامة يسوع المسيح توقيت الموت لاحظ كلمات يسوع المسيح يقول قد أكمل وهي آخر جملة على فكرة في المزمور اللي بيتكلم عن نبوة عن موت يسوع المسيح في مزمور 22 لما المسيح يقول ثقبه أو النبوة يقول ثقبه يديا ورجليا وبعدين آخر كلمة كي عسا قد أكمل قد أكمل نفس الجملة استخدمها يسوع المسيح طبعا قال أنا عطشان وحاولوا لكن شوف التوقيت مكتوب أحبائي أنه المسيح صرخ بصوت عظيم قال يا أبتاه طبعا في بتشوف القصة متكاملة في الأنجيل يا أبتاه أستودع روحي بين يدي بعدين مكتوب أسلأ نكس الرأس أسلم الرأس أسلم الرأس وأسلم الرأس عارفا لما الواحد روحه بتطلع يعني خلاص رأسه بينزل لكن شوف التوقيت نكس الرأس أسلم الرأس هو الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها فإذا كان موت المسيح يعني بتوقيت إلهي بتوقيته هو أسلم والنبوة اللي قرأناها سكب للموت نفسه يعني في التوقيت المناسب اللي بيقدموا فيه خروف الفصح مات المسيح حمل الله الذي يرفع خطية هذا العالم فكان الموت واضح أمام الجميع وبعدين طبعا اليهود طلبوا إذن لأنه السبت العظيم وبحسب شريعة اليهود ما تخلي يعني الجثة للمسا فطلبوا إذن وفعلا أجوا كسروا سقي الأول والآخر اللي كانوا مصلوبين مع الرب يسوع المسيح ولما أجوا عند يسوع شافوا رأسه منكس وطبعا الجماعة أسكياء يعني أدركوا أنه المسيح مات لم يكسروا رجلي يسوع المسيح تتميم لأنه بو انت لاحظ كل شيء يعني بتتم بتطقيق بتفصيل كامل تام وهذا اندل على شيء بدل أنه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر لا في إنسان بموت يسوع ولا الخطيئة بتموت يسوع ولا أي شيء بموت يسوع ولا بلاطوس ولا هيرودوس ولا اليهود ولا الرمان يسوع بتلقاء نفسه هو قدم نفسه من أجل خطيئة الإنسان لكي يكون حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم كل خطايا العالم اجتمعت في كتلة وحدة على الصليب في جسد يسوع المسيح الرسول بولوس رسول بوتروس حكاها بشكل جميل جدا الذي هو نفسه حمل خطيان في جسده على الخشبة خشبة الصليب لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم والرسول بولوس قالها بصيغة تاني وجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فالمسيح أحبائي مات في التوقيت المحدد في الوقت المحدد انشط حجاب الهيكل ولا واحد اعترض على هذا الموضوع ولا واحد اعترض على هذا الموضوع وندل على شيء بصدق بدل على الصدق وشرعية موت يسوع المسيح ولكن للتأكد أكتر واحد من الجنود أخذ الحربة وطعن فيها جسد يسوع المسيح خليني أأكد الحرب غير عن السيف السيف حاد الحرب خشبة طويلة أو ممكن يكون حديدة طويلة وإلها يعني بالزبط يعني زي شكل القلم اللي بتشوفوه بهذا الشكل لكنه عريض فيعني لما بيطعن جسد المسيح طعني يعني خطير جدا حتى لو مش مية بموت لأن هاي طعني بتصل القلب وبتصل الريار بتصل الريات وبتصل منطقة حتى لو مش مية بموت ولكن لأنه مية يعني أنا مش طبيب بس بيقولون لنا الأطباء إنه شيء طبيعي إنه إنه بينزل دم وماء وعلى فكرة من اللي بيشاهدون إذا في أي طبيب بحب إنه تتواصل معي لأنه اليوم كنت بتأمل في بستان جتسماني لأنه قطرات المسيح نزلت يعني العرق العرق عرق المسيح نزل قطرات دم فظهر فيه أوعية وشرايين من اللجاجة من الشدة يمكن يعني بت الوجه من كتر الشد يمكن بتتفجر فأنا عاوزك يعني تأكدلي على هذا الموضوع عشان أكون صادق على أي حال إنه نزل يعني دم في بستان جتسماني والشيء التاني بحب يعني فعلا طبيعي بيأكد إنه الطعن هاي لما بينزل ماء ودم دم وماء أكيد بيدل وبعبر إنه إنه المسيح خلاص كان ميت وبعدين هاي الطعن أحبائي يعني سوري ممكن تدخل حتى إيدك في خلال هذا الجرح الكبير مش سيف يعني فات وخلاص لا ده طعن يعني بتفوت من جوا ممكن حجم كف يد صغيرة اللي ممكن تفوت في جنب يسوع المسيح وهذا ندل على شيء بدل إنه فعلا فعلا يسوع المسيح مات ومثل ما قرأنا في إنجيل يحنى إنه واحد من التلاميذ اللي هم من المجمع مجمع السنهدرين اللي احنا قلنا هذا المجمع هو أعلى يعني مجلس تشريعي اللي بيقوم في كل المحاكمات والقضايا اليهودية عبارة عن سبعين شخص يعني دول أعلى مجموعة علية القوم ومارئيس الكهنة بيكون واحد وسبعين واحد منهم اسمه يوسف الرامي ما كانش موافق على على اليهود شو كيف حكموا المسيح الظلم وإنه كان كل المحكمة مهزلة وإنه فعلا حتى ما عندهم مش تهم يقدموها لبيلاطوس ولكن مع كل هذا احنا اتكلمنا ارجع لحلقة مبارح فطلبوا إذن من بيلاطوس إنه ينزلوا جسد يسوع المسيح تعرفين لما بتدرس يعني الجنود الرومان قصاة جدا لما بيكسروا الأرجل طبعا بياخدوا الجسد وبيرموها في مكان قريب إذا عندوا قريب هما بيدفنوا ولكن المنطقة يعني امعفنة يعني أو المنطقة منطقة أموات وحتى يستخدموا الخشب أو المسامير إلى آخره طبعا لمجرم آخر فتتخيل الطريقة اللي بنجس الأجساد ولكن يوسف ونقديموس اللي كانوا من من هذا المجلس طلبوا إذن وظهر أنه يوسف فرام لأنه كان غني وعنده العلاقات فبيلاطوس وافق على هذا الشيء وأنزلوا جسد المسيح طبعا بلطف أنزلوا وغسلوا الجسد بحسب العدات اليهودية ولأنه نقديموس جاب الحنوط من المن النردين والحنوط اللي بيستخدموها في التكفين تكفين الجسد والكتان طبعا فبيحطوا هذه العطور والروائح حتى تحافظ على الجسد وبيلفوا الجسد بالكتان وبيرجعوا بيحطوا الحنوط مرة تانية وبيلفوا الكتان يعني مرة أخرى فكل الجسد يصبح قطعة واحدة فعندما يجف ما نخلي بالك في الحنوط منها سوائل فعندما يجس الكتان يصبح مثل الجبس يعني كأنه قطعة واحدة وطبعا الرأس بالفوق بالمنديل يعني حتى ولو كان بعد عنده طرف حياة الحنوط هذه بتخنق يسوع المسيح وبموت بالكامل لكن المسيح مات وهذا هو إيماننا في الكتاب المقدس وبحسب كل الألاف النبوات من بداية التكوين صحيح ثلاثة آية خمسة عشر أنه المسيح يصحق رأس الحية والرب يسوع قال هذا النبوة في حنوة ثلاثة أربعة عشر وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية مات المسيح فعلا وعندما وضعوا الكتان والحنوط لاحظ التفصيل في إنجيل يحنى بيقول من مكان الصلب في مكان قريب فيه بستان والبستان طبعا بيتكلم أنه في قبر كان يوسف صنعه أو نحته حتى يكون قبره هو فأعطى هذا القبر ليسوع المسيح لأنه بعد تلت يام أصلا رح يقوم الرب يسوع المسيح هذا القبر المنحوت من صخر جديد يعني بقول في إشعية ومع غني عند موته يعني بيتمم النبوة ووضع وخلي بالك اليهود يعني القادة الدينيين برضو ما بهديش لهم أي بال رجعوا لبيلاتوس قالوا يمكن هذا رح يضل ويمكن الآخر تكون أشر من الأوائل هؤمر طبعا بيلاتوس أكيد تعجب المسيح المسيح مات يعني فطلبوا منه أنه يمكن التلاميذ بيجوا ليلا وبيصرقوا الجثة يعني من المكان طبعا خلي بالك المنطقة بشكل عام لأنه محاطة في جنود رومان يعني في حرس لأنه مفترق طرق وفترة أعياد يعني فترة الفصح خلي بالك في آلاف الجنود الرومان في المنطقة ومع كل هذا بيلاتوس عمل شغلتين أولا يعني دحرجوا حجر كبير عظيم جدا على باب القبر وهذا الحجر بيحتاج لعضلات مفتولة يعني عدة أشخاص لكن الشيء الأول اللي فعله بيلاتوس إنه وضع الختم الروماني وهذا الختم لا يكسر والعقاب موت بغض النظر كنت يهودي ولا كنت روماني وضع الختم الروماني وخلي بالك إنه التلاميذ كانوا خايفين وهاربين من يعني من من الرومان ومن اليهود لألا يلقوا القبض عليهم فختم هذا القبر بالختم الروماني والشيء التاني بيلاتوس وضع حرس أمام القبر حتى فعلا إنه بعد ثلاثة يأكد إنه ما فيش شخص بيجي بيسرق هذه الجسة مع كل هذه البراهين كيف لأي شخص يقول إن المسيح لم يموت طبعا لما بيسمعها أي مسيحة في العالم 2.5 مليار على اختلاف كل يعني خلفياتنا الأرتودوكسية والكاتوليكية والأنجليكانية واللوثرية والإنجلية ويعني عنا طوايف كتير ما شاء الله المسيحية مع كل الاختلافات لكن هذا ليس هو موضوع اختلاف المسيحين فجوهر العقيدة المسيحية وجوهر الرسالة المسيحية هو موت وقيامة يسوع المسيح فأنت لما بترفض موت يسوع المسيح أنت حقيقة رفضت المسيح فأنت رفضت كل العقيدة المسيحية رفضت يعني الكتاب المقدس من التكوين للرؤية أنت رفضت كل شيء والأغرب يعني اللي بيرفض ما عندوش الباكب ما عندوش يعني السند ما عندوش البرهان الدليل أنه يثبت هو هكذا خلاص يعني ما متش يعني غصبا عنك هيك بدك تأمن يعني بالعربي فطبعا كل مسيح رح يستغرب وكل مسيح رح يضحك لأنه زي ما بتيجي بتقول لا ما فيش شيء اسمه الشمس ما فيش شيء اسمه غيم ما فيش شيء اسمه شجر ما فيش يعني حقيقة موت المسيحية برهان يعني ما فيش مجال لأي شك يقين متل يقين الشمس المسيح مات من أجل خطيانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وهذا هو الإنجيل الذي ننادي به كمسيحيون السؤال طب ليه تجسد يسوع المسيح ما كانش ممكن يصنع طب ما هو القادر على كل شيء كان ممكن يعمل أمور خارقة يظهر في السماء يطيح بالإمبراطورية الرومانية يعمل شيء اللي كل العالم بلحظة تآمن فيه لا المسيح عاوز الناس تحبه وتختاره بمحض إرادتها في الشيء اسمه إكراه أو إجبار في إيمانك بيسوع المسيح فموت المسيح هو أكبر دليل على تجسد يسوع المسيح وتجسد معجزة تجسد المسيح هو أكبر دليل على موت وقيامة يسوع المسيح فهذا التجسد وموت المسيح هو دليل على كل صدق موعيد الله من رموز ونبوات كاملة بعدد يعني كثير في العهد القديم والعهد الجديد اللي بتتكلم عن موت يسوع المسيح المسيح أحبائي من خلال موت وأعلن عن قلب الآب ومحبة الآب أنه الله أحب العالم لدرجة أنه بذل يسوع المسيح من أجلك ومن أجله ومكتوب عن يسوع المسيح ليبطل الخطية بذبيح التق نفسه سكب للموت نفسه أحصي مع أثمة يعني تخايل موت يعني فضيع شنيع وهذا الميتة الصلب هي كانت طريقة رومانية بعدين يسوع المسيح في حياته وموته مثل صالح للتضحية مثل صالح وللأسف أي قائد أي نبي رد علي أي نبي قل لي أي نبي ممكن تتمثل فيه واكتب أنا النبي اتبعي بتمثل فيه للأسباب التالية واحد اتنين ثلاث أنا بتحدك اكتب اكتب وعطينا فرصة نرد عليك نقولك ليه أنا يعني يعني يسوع هو المثل وليس له مثيل ما فيش شخصية في كل التاريخ زي يسوع المسيح حبائي ألام المسيح كانت ألام فضيعة ألام يعني كل أنواع الألام كيف ما تسميها كانت ألام جسدية مبرحة مثل ما اسمعنا مبرح كانت ألام كفارية يعني كل هذه الألام حتى يكفر يغطي ويستر عيوبنا وخطيانا غسلنا من خطيانا وصار كفارة من أجل خطيانا ولكل خطايا العالم ألام بدلية يعني المسيح مات بديل عنك زي يعني في العهد القديم إبراهيم أراد أن يضح بابنه فالله استبدل إسحاق بذبيح أعظم وما هو الأعظم هو يسوع المسيح يهوى يرى رأى يومي فتهلل وكان إسحاق يرمز إلى يسوع المسيح فآلام بدلية آلام نفسية مر فيها يسوع المسيح بسبب التارك وبسبب يعني عدم فهم التلاميذ والناس للغرض اللي جاء من أجله آلام استشهادية وخلينا أوضح هنا استشهادية إن المسيح لم يموت شهيدا كسقرات مثلا من أجل تعليمه وأخلاقياته المسيح جاء خصيصا ليموت لكن الآلام اللي تقلمها من أجل أعظم قضية هي قضية الخلاص فهذه الألام تعتبر ألام استشهادية مع أنه لم يموت كشهيد لأنه هو اللي بذل نفسه هو اللي ثبت وجهه نحو أورشاليم هو اللي دخل أورشاليم في موكب الانتصار هو اللي قال هو ساعة الظلمة قد أتت هو اللي راح لبستان جد سماني عارف إنه يهوذا راح يسلمه هو اللي وقف في المحاكمة أمام اليهود أمام مجمع السنهادريم أمام حنانه قيافة كان ممكن يقول أي كلام لينجي نفسه هو اللي راح لبلاطوس هو اللي قال لبلاطوس لم يكن لك سلطان علي إن لم تكن قد أعطيت من فوق فموت يسوع هو بمحض إرادته هو اللي اختار هو اللي نكس الرأس هو اللي أسلم الروح ورجع لعند الآب ألام استشهادية خلينا نسميها ألام بطولية ما فيش شجاعة في كل هذا الوجود مثل يسوع كابن الإنسان المسيح واجه كل الآلام بشجاعة في بستان جد سماني سأل من تطلبون قالوا يسوع الناصري مرتين قال أنا هو فهذه الألام أحبائي ألام البطل وفعلا لا توجد يعني في أبطال كتير في العالم معلمين عندهم أخلاقيات عالية جدا مثل سقراط مثل بوذا ومثل أشخاص كثيرون ولكن كل هذه الأخلاقيات وهذه البطوليات لا تقارن ببطولة الرب يسوع اللي ثبت وجهه نحو أرشليم راح وجاء من أجل هذا الغرض هذا الألام ألام طوعية هو محض اختياره هو اللي مات من أجلك ومن أجلي طوعا وطبعا مش بس بدلية ألام نيابية أخذ مكانك ومكاني تعرف أخذ آثامك وخطيطك وأعطاك بره أخذ اللعنة وأعطاك البركة أخذ حتى الفقر حتى تستغني بفقره وهكذا يسوع المسيح أحبائي هو رب الكل رب الجميع هو مثالنا هو فعلا اللي اللي احنا بنقطفي أثاره بنحب نتمثل بيسوع المسيح الكامل لكن برضو هذا الموت البديل أحبائي مش بس أخذ خطياك وأثامك وفقرك أخذ مرضك كمان مرضك واعطاك شفاءه الذي بجلدته شفيتم وبحبره شفينا اليوم انت بتشاهد واليوم هو السبت العظيم منسميه سبت النور وفي هذا اليوم انت بتستنى قيامة المسيح من القبر ويقيمك من ثبات الخطية لكن برضو اليوم انت بتشاهد وانت في حالة مرضية صعبة ويمكن بعض من أحبائك عم بمروا في مرض الكورونا واليوم احنا منصلي إذا كان مبارح الجمعة بكرة لأحد انه بنعمة الرب وفي اسم الرب يسوع كل أخبار العالم تتغير بكرة بقيامة يسوع المسيح هو حي هو قام من ألفين سنة لكن يعني كرزنا ما بنستخدمها انه بكرة نبتدي نسمع أخبار قيامة قيامة ناس كثيرين من المرض شفاءات كثيرة تغيير في كل حتى القوانين اللي كانت يمكن متوقع انه يستنوا سنة بكرة تبتدي الأخبار السارة الأخبار الحلوة الأخبار اللي تمتع فيها بشفاءات واكتشافات طبعا المضاد لهذه الأمراض وفعلا يعني رجوع الناس لعملها ورجوعها يعني لكل شيء لكن بنعمة الرب وانه نشكر الرب على كل شيء أخيرا أحبائي مات المسيح من أجلك وأنت ماذا تفعل بموت وقيامة يسوع المسيح المسيح ما طلبش أي شيء منك كل اللي طلب إيمان هل تؤمن تقول يا رب اليوم أنا إيماني كان سطحي إيماني كان كنسي بدائي أصولي طقصي شو ما بدك تسميه بس أنا اليوم بسلمك حياتي وبتوجك رب مخلص على حياتي صلي قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها صليها واكتب لنا اكتب صلاتك قل يا رب ارحمني أنا الخاطئ غسلني من كل خطية بدمك الطاهر الكريم يا رب يسوع أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي في اسم الرب يسوع على فكرة مهم جدا شارك الآخرين بهذا الفيديو وإذا حبيت هذا التعليم شاركنا طبعا بكلماتك المشجعة لكن أهم شيء إذا أنت صليت فرحنا منحب نفرح معاك منحب نعرف أن الرسالة لها مثلا صدى وإلها التأثير وإن فعلا روح الرب عم بيتعامل معاك بقوة في حياتك وأنا بحب أكد لك إذا أنت اليوم صليت هاي الصلاة الرب قبلك أعطاك حياة أبدية وكتب اسمك في سفر الحياة اليوم مبروك عليك يسوع المسيح بكرة رح نتكلم عن قيامة يسوع المسيح من بين الأموات من فضلك اتصل بأحبائك حتى يشاهدوا ويشاركوا أيضا حتى نشوفك بكرة إلى اللقاء ونعمة وسلام الرب يسوع المسيح معك ومع كل أسرتك في اسم الرب يسوع آمين موسيح موسيح